بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وأيامكم سعيدة بعيد الأضحى المبارك النبي صلى الله عليه وآله يحدثنا بحديث مهم جدا علينا أن نحفظه علينا أن نعمل به على قلوبنا أن تطمئن وتثق به قال النبي صلى الله عليه وآله ما كان الله ليفتح لعبد الدعاء فيغلق عنه باب الإجابة ثم يقول الله أكرم من ذلك يعني بمعنى بما أن الله سبحانه وتعالى وفقك للدعاء فمن المستحيل أن يغلق عنك باب الإجابة لماذا الله سبحانه وتعالى إنما فتح لك الدعاء ليستجيب لك الله سبحانه وتعالى لا يتلاعب بمشاعرك مثل البعض عندما تلاحظ يوعدك بأمر فلا ينفذه ويؤملك بشيء فلا يعطيك إياه لا النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أراد الله أن يستجيب لعبد أذن له في الدعاء فاشكر الله سبحانه وتعالى على عظيم النعمة إذا وفقك الله سبحانه وتعالى للدعاء فاعلم بأنك بمجرد أن تدعو أي بمعنى أراد الله أن يستجيب لدعائك أذن الله أن يستجيب لقضاء حاجتك وإلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يستجيب لدعائك لا تفكر أبدا في مسألة الدعاء ولا يجعلك تفكر بالدعاء إذن كما قال النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد الله أن يستجيب لعبد أذن له في الدعاء ونحتاج إلى ماذا الإكثار من الدعاء ما دام الله سبحانه وتعالى أذن لك في الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وآله نحن نقول يا رسول الله الحمد لله لقد أذن الله لنا في الدعاء ولكن ماذا نعمل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذن أكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء لا ينال ما عند الله إلا بالدعاء لا تتصور أبدا تريد أن تصل إلى حاجة تريد قضاء حاجة فتأتيك عن طريق فلان وعلان لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بإذن الله ولو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بإذن الله فإذن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا ينال ما عند الله إلا بالدعاء كل شيء تريده من زواج من رزق، من وظيفة، من شفاء، من صحة، من أولاد، ذرية، أي شيء في حياتك من دراسة، من طموح، من وصول في الدراسة لا ينال إلا بالدعاء لذلك الإمام الصادق عليه السلام قال أكثروا من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء وكذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثم سأل البيزنطي قلت للرضا سلام الله عليه جعلت في داك يا ابن رسول الله إني قد سألت الله تبارك وتعالى حاجة منذ كذا وكذا سنة وقد دخل قلبي من إبطائها شيء لم يستجب الله سبحانه وتعالى لي معقول حاجتي كبيرة معقول أنا لهذه الدرجة ليس لي حضو عند الله فقال له الإمام الرضا عليه السلام أخبرني عنك الإمام الرضا عليه السلام يقول أيها البيزنطي أخبرني عنك لو أني قلت لك قولا تثق به لو لم تثق فقلت جعلت في داك ابن رسول الله كيف لا أثق بقولك فبمن أثق إذا لم أثق بقولك يقول الرضا عليه السلام إذا أنا إمامك وقلت لك بأني سوف أستجيب لدعائك هل تثق بقولك؟ قال نعم يا ابن رسول الله وأعلم بأن قولك لا خلف فيه ولا كذب فقال له الإمام الرضا عليه السلام فكن بالله أوثق فإنك على موعد من الله سبحانه وتعالى عندما قال الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم فكما لديك ثقة بأن الإمام إذا أعطاك كلمة لا يخلفها فكذلك عليك أن تثق بالله سبحانه وتعالى الذي قال ادعوني أستجب لكم هذه الثقة جدا مهمة الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ يقول احفظ آداب الدعاء فإن لم تأتي بشرط الدعاء فلا تنتظر الإجابة إذا لم تأتي بشرط الدعاء لا تنتظر الإجابة قيل يا أيها الإمام ما هي شروط الدعاء؟ قال أولا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الله عز وجل من سألني وهو يعلم إني أضر وأنفع أستجيب له عليك أن تؤمن بأنه لا نافع إلا الله عز وجل ولا ظار إلا الله عز وجل ولا معطي إلا الله عز وجل اترك الخلق اترك الخلق تماما اترك الخلق ضرا وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ثم ماذا قال؟ هل سأولا عليك أن تؤمن بأن من ينفعك فقط؟ الله عز وجل من يضرك فقط؟ الله سبحانه وتعالى فلا تهتم بفلان وعلان ثم قال الإمام سلام الله عليه وعليه أن يؤمن بأنه قادر على أن أعطيه ما يسأل مهما كان بعض الناس يقول معقولة الله سبحانه وتعالى يرزقني هذا الشيء خلال يوم يومين معقولة الله سبحانه وتعالى يحول حياتي من حال إلى حال خلال لحظات خلال دقائق لذلك قال الإمام الصادق عليه السلام قال الله عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ليس مجرد أن تدعو عليك أن تؤمن بقدرة الله فقيل يا ابن رسول الله كيف نؤمن بالله؟ قال تعلمون أنه قادر على أن يعطيكم ما تسألون مهما كان لا تقول إن هذا الأمر كبير وصعب وكيف سيتحقق ثانيا أن تكون من أصحاب القلوب الطيبة وليست الخبيثة قال الإمام عليه السلام خير الدعاء ما صدر عن صدر تقي وقلب نقي إنسان خايف الله عز وجل وكذلك نيته نقية صافية مع الله عز وجل وكذلك مع الناس الله يستجيب لدعائه وكذلك ترك أكل الحرام ورد في الحديث القدسي فمنك الدعاء وعلي الإجابة الله يقول للإنسان فمنك الدعاء وعلي الإجابة فلا تحجب عني دعوة إلا دعوة أكل الحرام أو آكل الحرام فقط هذا الشخص لا أستجيب له آكل الحرام لا أستجيب له كذلك الإمام عليه السلام قال من شروط الإجابة إذا أراد أحدكم أن يستجاب له ليخرج من مظالم الناس يا أخي لا تطلو من ناس ولا تؤذي الناس وأرجع للناس حقوقها إذا استطعت وإذا لم تستطع ادعو الله بنية صادقة وبتوبة حقيقية يا رب أريد أن أرجح حقوق الناس من الآن وصاعدا لا أظلم أحد ولا أريد أن أؤذي أحد فإن الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام عليه السلام لا يستجيب دعاء بظهر قلب قاس قاس أي بمعنى بأنه قاس مع الآخرين قاس في التعاملات قاس مع زوجته وأولاده ظالم لزوجته وعياله وجيرانه ومعارفه وظالم لأمه وأبيه وأخوتي وأخواته هذا الشخص لا يستجاب له فعليك بترك ظلم الآخرين والنقطة الأخرى عليك أن لا تيأس وتترك الدعاء أبدا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الدعاء معصية ترك الدعاء معصية فعليك أن لا تترك الدعاء أبدا ولا تعصي الله في تركه تأتيك لحظة تقنط من رحمة الله تقول بعد ما أدعو لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يهلك من الدعاء أحد أو لا يهلك مع الدعاء أحد ما دام تدعو الله عز وجل لن تهلك أبدا لابد في لحظة من اللحظات الله يفرج عنك ومن أهم الأدعية التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام لقضاء الحاجة هو مسألة أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتقول يا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين ثم سل حاجتك تكرر هذا الذكر مئة مرة فإن الله يستجيب لدعائك حتما وقطعا فإن الله آل على نفسه وأقسم بأنه لا يدعوه أحد بهذه الأسماء الخمسة إلا وقضى حاجته مع الدعاء البكاء فيأتي النتيجة برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام